كفار مكة يعني هذا الذي تراه يعني في الغالب أنه ليس على الجادة كل هذا يعني من أساليب الشيطان حتى نتعلق بغير الله سبحانه وتعالى إذن قال لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر وفي الحديث قال ويعجبني الفأل النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتفاعل عليه الصلاة والسلام فالتفاعل حال الموحد والتطير والتشرم حال المشرك المنافق صلى الله عليه وسلم لابد أن نتفاعل الآن حتى لو يعني قدر الله سبحانه وتعالى على إنسان بالمرض ماذا يصنع؟ هذا الذي وقع عليه بخضاء الله وقدره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير وقد وقعت أمراض ومنها ما وقع في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعني ما وقع من طعون عمواس مثلا هذا كان بقضاء الله وقدره ماذا صنع الصحابة رضو الله عليه؟ يعني صبروا وعرفوا أن هذا شهاد من الله سبحانه وتعالى وكان خير سبحان الله كل الخير في هذا لكن المهم أننا نكون مع الله سبحانه وتعالى قالوا يعجبون الفعل إذا لابد نتفاعل لا نتطير الأدشاء ليس معنى هذا أننا لا نأخذ بالأسباب لا لابد أن نأخذ بالأسباب الخاصة يعني في هذه الأيام هناك من يثير القلاق والفتن مع الحكام يقول الحكام يريد كذا وكذا ويصنع وأراد كذا وكذا هذه الأوقات أوقات الفتن لابد أننا نجتمع لا نفترق لا ولا نسمع لهذه الأخبار ليس وقت الآن الكلام على السياسة هذا ليس وقت هذا الكلام ليس وقت الآن الكلام عن أخطاء الحكام وكذا لا الآن الكلام نبحث عن الحلول نجتمع لابد أننا نتناصح نتعاون نكون يد واحدة نتعاون ونجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم هذه فرصة الآن فرصة أن يرى الحكام منا أننا يعني معهم في طاعة الله لا في معصية الله لا أحد من أهل السنة والجماعة سأل الله يجعلنا ويأكل منهم يقول أن نطيع الحكام في معصية الله لا نريد أن يرى الحكام الآن منا واقع عملي أننا نعمل في طاعة الله معهم لا في معصية الله نطيعا طالما لم يأمروا بمعصية وهذا مصلحة لنا قبل أن تكون مصلحة لنا وهذا الذي نرى اليوم من حكام الكفار نسأل عافية السلامة يعني البعض قد تخلوا الآن عن شعوبهم وكذا ورأينا بفضل الله أولئ الحكام الذين كانوا يتكلم في بعض الناس أنهم اليوم ولله الحمد قاموا ووقفوا فنحتاجوا منا إلى دعاء والله أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق السداء يحتاج إلى أن ننشر بين الناس أننا لابد نتعاون لابد من الطاعة لابد من الاجتماع للإفتراء ولا يعني نصغي لهذا الذي يردنا من الكفار من الشياطين الذين أرادوا تفريق الصفوف والله ويصطادوا كما يقال الآن في الماء العكل إذن نتفائل نأخذ بالأسباب نتواصل مع حكامنا مع علمائنا مع ولاة الأمر مع الأطباء يعني الأشياء التي منعوا منها يكون على هذا ترجمة نانسي قنقر